وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي قام بزيارة ميدانية لإقليم بولمان أشرف خلالها على إطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية في إطار المخطط الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر كما همت الزيارة الاطلاع على تقديم برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية على مستوى الإقليم برنامج الوطني الذي يعطى جلالة الملك حفظه الله لإنطلاقه والتعليماته لكي نعاونه الفلاحة والكسابة والذي هو البرنامج الذي يلحد من تأثير قلة تساقطات المطرية والذي يهم في الشقة الأول هو دعم الكسابة ودعم القطاع الماشية خصوصا وثلاثة الإنتاج الحيوانية بصفة عامة لأجل التأثير على كلفة الإنتاج الفلاحة والكسابة وبهذه المناسبة ترأس الوزير مراسيم التوقيع على اتفاقيات لمشاريع تضامنية في إطار استراتيجية الجيل الأخضر ويتعلق الأمر بمشروعي تنويع نظم الإنتاج أحدهما في تلزمت والآخر في أيتلامان وكذل اتفاقية المتعلقة بإنجاز الشطر الثاني من إعادة تأهيل سوق الماشية الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعمالة بولمانا وجماعة ميسور